بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها و بنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين هناك في ركاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مجموعة من التسميات هناك الأصحاب و الأنصار و الأبدال و الأخيار و النجباء و هذا ما ورد في روايات أهل البيت صلوات الله و سلامه عليهم و لكن تفصيل ذلك أن هناك روايات تتكلم عن التعدد في هذه المقامات عند الإمام صلواته الله و سلامه عليه الأبدال واضحهم الآن أيضا هم موجودون الآن بمعنى هناك فئة البعض يقول عددهم قد يكون السبعين أو أقل من ذلك كما في بعض الروايات الواردة في حقهم تقول الروايات أنه الأبدال هم مجموعة موجودون و لكن هذه المجموعة إنما هي في قضية مهمة أي واحد يموت منهم يستبدلون يعني أي واحد يموت يستبدل بآخر هناك الكثير من الشواهد في هذا المجال و لكن نكتفي بهذه الروايات الرواية واردة عن الإمام محمد الباقر صلواته الله و سلامه عليه يقول يبايع القائم بين الركن و المقام بين الركن في مقام إبراهيم و بين الركن هناك تتم البيعة طبعا هذه إشارة إلى أن قضية حتى البيعة مع الإمام صلواته الله و سلامه عليه لا تتم في أي مكان ألا في هذا المكان الذي له قدسية خاصة يبايع القائم بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف عدة أهل بدر فيهم هذه الالتفاة طبعا إشارة إلى أنه بعض الأصحاب أيضا فيهم هذه الصفات ويدل على أن حتى أصحاب الإمام ثلاثمائة وثلاثة عشر فيهم أيضا هناك درجات مختلفة يعني ليس الجميع في درجة واحدة كل إنسان بمعرفته بالإمام بعقيدته بالإمام بالقرب والعلاقة والإيمان بالله تبارك وتعالى يختلف من إنسان لآخر لذلك الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن في الثلاثمائة وثلاثة عشر فيهم النجباء وأنه جباء هؤلاء من أهل مصر لما نقول أهل مصر لا يعني فقط النجباء من مصر وإنما هؤلاء النجباء الذين يكونون في ثلاثمائة وثلاثة عشر هم من مصر والأبدال من أهل الشام طبعا أهل الشام يشمل سوريا و لبنان ضمن هذه الدائرة أنه تسمى ببلاد الشام من أهل الشام أيضا هناك الأبدال هذه صفة والأخيار من أهل العراق الأخيار من أهل العراق أيضا هذه الصفة ومجموعة خاصة تسمى بالأخيار طبيعي هناك اختيار خاص في هذا الموضوع والأمر ليس كما يتصور البعض أنه هذا يتمنى أن يكون وذاك له هذه الأمنية اختيار دقيق من الله ومن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للأشخاص هذا يدل على أن كل واحد مننا ليحاول ويسعى أن يكون هذا الارتباط من هذه اللحظة ومن هذه الساعة بالإمام ولو يبدأ الارتباط بالتصدق عن الإمام صباحا ومساء يوميا إذا نحن نتصدق عن الإمام وتعلمون أن هذا الشيء له أثر كبير ارتباط بالإمام ولو بمبلغ زهيد رواية أيضا عن رسول الله عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تعلمون أن قضية المهدوية هي محل اهتمام السماء حتى روايات متعددة من رسول الله يعني رسول الله قبل أكثر من 1400 سنة يتكلم عن القضية المهدوية يتكلم عن واقعنا يتكلم عن هذه الحالة التي نحن الآن بها فإذا كان رسول الله يتحدث عن الإمام المهدي ويبين الأهمية لقضية بعد 1400 سنة كم نحن علينا أن نهتم بقضية الإمام هذه إعاز وتصريح من رسول الله صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى يدل على أنه تركيز على القضية المهدوية إذا كان عند خروج القائم عجل الله تعالى فرجه ينادي مناد من السماء النداء من السماء طبعا هناك أكثر من نداء حتى ذكرت لكم رواية هذه نداء آخر النداء نداءات متعددة تأتي من السماء هذه واحد من النداءات أيها الناس إن الله قطع عنكم مدة الجبارين الحكام الفاسدون المفسدون الطواغيت الذين يصرقون أموال الناس الذين يعتدون على حرمات الناس الذين يكنزون الذهب والفضة والدولار الذين يجمعون هذه الأموال على حساب الفقراء والمستضعفين والمحرومين وعلى حساب الناس الآخرين كم هناك من يدعي الدين والالتزام وكم من يدعي الانتساب إلى الإسلام ولكن تنظرون إلى أنه يكنز الذهب والفضة والأموال وهناك من الناس ما ليس لهم قوت أن يتعشوا مساء وليلا والأطفال يتظورون جوعا إذن هناك أيضا من الجبارين من هؤلاء يقول أن الله قطع عنكم الجبارين هذا بشارة للمؤمنين وإنذار للمنافقين والكفار إنذار لهم بهذا الظهور المقدس المبارك وبشارة للمؤمنين المؤمنون من زمان ومن فترة طويلة ينتظرون هذه البشارة من السماء ها هي البشارة قد جاءت بظهور مهدية آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف إن الله قطع عنكم مدة الجبارين انتهى دور هؤلاء الناس وولى الأمر خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وليس هناك خير أي خير هذا فالحقوا بمكة هذا النداء توجهوا إلى مكة لأن الإمام وانطلاقة الإمام تكون في مكة لذلك الدعوة تأتي إلى هناك فالكلام هنا فالحقوا بمكة فيخرج النجباء من مصر هذه الرواية تختلف عن تلك يدل على أن أصحاب الإمام القادة للألوية وقادة العالم اللي نصبه الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هؤلاء جمع منهم من أهل مصر وهناك الملايين من أهل مصر ممن يوالون أهل البيت وهم من الشيعة هؤلاء لما يظهر الإمام يأتون إلى العلن قد الآن يعانون من الضغوط ولكن لما يظهر الإمام المهدي ينتهي كل شيء وهذه البشارة لهم فيخرج النجباء من مصر والأبدال من بلاد الشام من الشام وعصائب العراق بالنتيجة من العراق أيضا هناك أفواج من المؤمنين هؤلاء أيضا ينضمون إلى الإمام رهبان بالليل هؤلاء بالليل يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى يستغيثون بالله تبارك وتعالى يخشعون ويتعبدون إلى رب العباد ورهبان بالليل ليوث بالنهار من الشجاعة وبأس القلب والقوة كأن قلوبهم زبر الحديد فيبايعونه بين الركن والمقام كل ذلك يدل على أن هناك نحن جميعا مطالبون نحن جميعا مطالبون أن نرتبط بالإمام يعني الآن نحن الآن في عصر الغيبة وكل إنسان عليه أن يعرف ما هي المسؤولية المسؤولية نجدها في روايات أهل البيت عليهم السلام أهل البيت هم الذين يبينون لنا ما هي مسؤوليتنا في التعامل مع الإمام نحن الآن في عصر الغيبة فعلينا أن نتوجه إلى ديار العاشقين عشاق بقية الله الحجة بن الحسن عشاق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إلى أين يتوجهون فكرتم في يوم الأيام أن هناك أماكن خاصة هذه الأماكن تتعلق بعشاق بقية الله الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف من تلك الأماكن المهمة التي تتفرد بمزايا هذه المزايا لا تجدونها في مكان آخر أذكر لكم مكان هذا المكان له من القدسية والأهمية والمكانة ولا بد أن تجعلوا لهذا المكان مكانة خاصة في حياتكم هذه نقطة جدا مهمة أنه أنا لما أريد أن أقول علاقة مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أقوي هذا الميثاق بيني وبين الحجة بن الحسن صلواته الله وسلامه عليه هناك بعض الأماكن كما أننا نتوجه بالدعاء استجابة الدعاء أين؟ تحت قبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الاستشفاء بتربة الإمام الحسين للعلاج من كل مرض ومن كل داء إذن هناك مواطن الله في كل زمان ومكان الإنسان بإمكانه أن يتوجه إلى الله ولكن كما قال الإمام الهادي لما مرض وأرسل ذلك الإنسان أعطى له المال قال اذهب إلى الحائر يعني إلى الإمام الحسين عليه السلام قال يا ابن رسول الله أنت حجة الله قال أعلم يعني الإمام الهادي كان بإمكانه أن يدعو وأن الله يستجيب له ولكن ماذا قال الإمام؟ قال إن الله جعل استجابة الدعاء تحت قبة الحسين هذا توجيه من أهل البيت إرشاد من أهل البيت يرشدوننا عندك حاجة مهمة توجه إلى هذا المكان هذا لا يعني أننا لا ندعو في بقية الأوقات لا ندعو ولكن هذا أمر مخصص له خصوصية الارتباط بالإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه هناك مواطن مثلا في قم المقدسة هناك مسجد جمكران إلى رجل اسمه الحاج جمكران رجل بستاني رجل فلاح يقول أني رأيت الإمام في عالم الرؤية وأمرني ببناء هذا المسجد يعني المسجد إنما هو قائم على رؤية الناس يتوجهون إلى مسجد جمكران للاستغاثة بالإمام صلواته الله وسلامه عليه قريب بين الكوت وبين النعمانية بالعراق أيضا هناك مقام وارد في الروايات مقام الإمام المهدي أيضا هناك روايات تتكلم عن هذا المكان هذا المكان الذي هو مقام الإمام أيضا الناس يتوجهون إليه في كربلاء المقدسة مقام الإمام المهدي الناس يتوجهون إليه هناك مقام يفوق كل هذه الأماكن يتفوق على مقام الإمام المهدي في كربلاء ويتفوق على مقام إمام المهدي في النعمانية وبقية الأماكن يتفوق على مسجد جمكران بلا حدود يتفوق هذا المسجد وهذا المكان أهل البيت عليهم السلام يرشدون إليه يوجهوننا إليه إليكم يا من تتنغمون بحجة الله ببقية الله بصاحب العصر والزمان أنتم قضية الإمام المهدي تهمكم وتستشعرون بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف تعشقون الإمام المهدي تحبون الإمام تضحون بكل وجودكم بأوقاتكم بأموالكم بأهلكم بأنفسكم بكل ما لديكم تضحون من أجل مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن هناك مكان لمن يرتاد هذا المكان العشاق لبقية الله هو تعرفونه اسمه مسجد السهل المعظم هذا المسجد يأتي إليه كبار العلماء سيما ليلة الأربعاء كما في الرواية هناك دعاء وهناك الصلاة وهناك رواية تقول الذهاب إلى مسجد السهل طبعا في كل الأيام وسيما ليلة الأربعاء فمن يداوم على الحضور إلى مسجد السهل أربعين ليلة يداوم على الحضور والمجيء بعد أربعين ليلة سيشاهد هناك شيء من الإمام ماذا يشاهد حسب قابليته يشاهد الإمام أو تأتيه ألطاف من الإمام أو قد يتشرف بلقاء الإمام وهو لا يعرف الإمام بالنتيجة يحصل على شيء من الإمام طبعا هذا يشترط أنه أن يستمر بوجوده في هذا المكان يعني لازم أربعين ليلة وطن نفسي على الاستمرارية في الذهاب إلى مسجد السهل وما أدراك ما مسجد السهل المعظم الصلاة فيه الصلاة فيه مسجد السهل مخير بين الإتمام والقصر هذا المسجد يفوق الوصف في المكانة والكرامة إذا كنت عاشقا لحجة الله بن الحسن تقصد من أمريكا وأستراليا ومن أفريقيا ومن الدنمارك والسؤيد ومن كل بلاد العالم أينما كنتم تقصدون السهل وتقصدون بذلك الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في أي مكان أنتم في سوريا في لبنان في مصر في المغرب في أي بلد من البلاد توجهوا إلى مسجد السهل المعظم في الكوفة الدخول إلى أرض الكوفة فيه دعاء الكثير من الناس يجهلون كم لأرض الكوفة لا تكلم عن مسجد لا أرض الكوفة أرض مقدسة لها قدسية الدخول إليها فيها دعاء معين فإذن هذا المكان المقدس هناك من المؤمنين عند هم عند غم عند ألم عند مشكلة يجد هذا الإنسان الأبواب أغلقت أين يتوجه يتوجه إلى ديار العاشقين يتوجه إلى مسجد السهل المعظم لكي يبث ما في قلبه إلى الله ويتوسل ويستغيث بحجة الله بصاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الشعور لا يشعر به أي إنسان ليس كل إنسان يشعر بهذا الشعور بهذا الإقمال يحتاج إلى توفيق يحتاج إلى توفيق أن يكون يهيئ النفسه لما يخطو الخطوات هناك من الناس يأتون إلى النجف والكوفة من أي بلد ومن أي مكان يقصدون مسجد السهلة وفيه أسرار عظيمة هذا الإنسان العاشق لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه يجعل لمسجد السهلة مكانا عنده يعني لما تدخل إلى هذا المسجد أول ما تدخل على اليمين هناك يافطة موجودة وكتيبة موجودة على الحائط مكتوب فيها الدعاء يعني لا تدخل هكذا قبل أن تدخل إلى مسجد السهلة المعظم عليك أن تقرأ هذا الدعاء هذا الدعاء يهيئك مثل إذن دخول إذن يختلف حتى لما تذهب إلى مسجد الكوفة لم يجد هناك دعاء كإذن الدخول ولكن في مسجد السهلة فيه دعاء لإذن الدخول هذا المكان هو فيه شرف عظيم اسمحوا لي أتكلم بالروايات الشريفة روايات أهل البيت عليه السلام كل ما تحدثت إنما هو في عالم أهل البيت في بركات أهل البيت هي الأنوار والفيوضات والبركات التي وصلت إلينا من محمد وآل محمد صلوات الله وسلام عليهم يتحدثون عن السهلة فهنيئاً لمن يحمل في قلبه يكون هائم بصاحب الأمر والزمان يعني أنا جالس أفكر بالإمام يعني جالس لوحدي أفكر بأين هو الإمام المهدي الآن وأين ماذا يعمل الإمام المهدي الآن في أي حالة ينظر إلى العالم ينظر إلى شيعته ينظر إلى آلامنا ينظر إلى المحرومين إلى الفقراء إلى المشاكل اللي موجودة عند الناس الإمام المهدي يشعر بكل هذه التفاصيل وينظر إلى كل هذه التفاصيل لما يكون الإنسان بعيد عن الضوضاء بإمكان أن يوجد هذا الارتباط بينه وشوي تنزل قطرات من الدموع ثم يتوجه إليه يا صاحب الزمان يا مولانا يا أبا صالح المهدي أغثني وأدركني كرر 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 يا أبا صالح المهدي أدركني وأغثني ستجد أن الإمام كيف يتوجه إليك الإمام لم ينسانا في يوم الأيام ولم يهملنا في يوم الأيام إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم الإمام نحن بين يديه المباركة وتحت رعايته والكون والعالم تحت رعاية الإمام فإذا نقرأ أبو بصير هذا الرجل الصحابي الجليل القريب من الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر عليه السلام أبو بصير يروي هذه الرواية عن الإمام المعظم جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنا أقول هذا الكلام للذين في العراق عليهم أن يجعلوا برنامج للذهاب إلى السهلة المعظم والذين خارج العراق لما تجي إلى العراق وصلت إلى مطار النجف تأتي إلى السهلة وثم تتوجه إلى ما تشامل عتبات المقدسة ولكن السهلة حتى أيام متواجد متواجد أسبوع عشرة أيام وسط الأسبوع تأتي إلى السهلة وترجع تحاول أن تكون ليلة الأربعاء في السهلة لما تدخل وتنظر إلى الأجواء يبقى هذا التعلق القلبي يبقى معرفتي بالإمام عجل الله تعالى فرجه علاقتي بالإمام ارتباطي بالإمام يدل على شعوري يمكن يدخل الإنسان إلى المسجد المعظم يدخل دخول عادي ولا يشعر بشيء هذا بعد يرتبط بإيمانه يرتبط ب قد يكون بعض المحرمات والذنوب المعاصي تقلل هذه درجة الشعور بالروحانية المهم الخشوع المهم الدمعة المهم شعور الإنسان بالقرب من حجة الله لما تحكي مع الإمام المفروض أنت أنت شعر أن الإمام يسمع هذا الحكي طبعاً هذا يحتاج فترة من الزمن ليس من المرة الأولى هذا لازم نشتغل على أنفسنا نبعد دفسنا من المحرمات حتى المحرمات البسيطة ونكثر من ذكر الله نكثر من صلاة الليل نذكر من الابتهال إلى الله تبارك وتعالى لأذكار الصلوات التهليل التسبيح التعقيبات هذه أمور نركز عليها حتى نحاول إن شاء الله أن نصل إلى هذه الدرجات المباركة للرواية عن الإمام الصادق صلواته الله وسلامه عليه قال لي أبو بصير يقول قال لي يا أبا محمد كأني يحكي لك كالمشاهدة هذا الإمام المعصوم الإمام لما يتكلم يتكلم بمنهج المشاهدة يعني كأنه يشاهد ألمه الإمام كأني أرى نزول القائم صلوات الله عليه في مسجد السهلة بأهله وعياله ويكونوا منزله يعني بالنتيجة الإمام المهدي يتخذ مسجد السهلة هو بيت الإمام أهل الإمام عائلة الإمام انتبهوا لا يسأل بعضين الآن وين عائلة الإمام وين أبناء الإمام وين موجودين في أي بيت في أي مكان هذا الأمر ضمن غيبة الإمام لا تسألوا عن أمور هذه الأمور لا تسألوا عنها ولا تشغلوا أنفسكم من هي عائلة الإمام ومن هم أولاد الإمام من هم أهل الإمام هذا غير مطلوب منا فلا تشغلوا أنفسكم بأمور غير مطالبون بها غير مطالبين بها نحن مطالبون الآن قضية الإمام المهدي هذه مسؤوليتنا تروح إلى مسجد السهلة تعمل هذا العمل تقوم بهذا الورد بهذا الذكر تصلي هذا الصلاة تدعو الناس إلى قضية الإمام المهدي أما أروح من عائلته وشلون وأولاده ووين وكذا لا تشغلوا هذه أمور إحنا غير مكلفين بها فلا تدخلوا في أمور أنتم لا تسألون عنها فإذن يدخل الإمام في مزل سهل بأهله وعياله ويكون منزل الإمام وما بعث الله يبدأ الإمام الصادق يحكي لأبي بصير يقول وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه ما من نبي أنت تذكروا لي الآن رواية كهذه الرواية في أي مسجد من المساجد حتى في الكوفة حتى في مسجد الحرام في أي ما في عدنا مسجد كمسجد السهلة هذه رواية اللي إنسان عنده وجهة نظر أخرى يعطيني رواية أنا أتكلم بالرواية الرواية يعني كلامه الإمام المعصوم قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم هذه الأمور الثلاثة عندنا حجة هذا كلامه الإمام ونص الإمام يقول ما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه هذا شيء بسيط يعني هذا نجده في مكان آخر لا نجد هذا الشيء إلا في السهلة المعظم والمقيم فيه يعني الذي يبقى فيه أنت لما تذهب إلى مسجد السهلة وتصلي مثلا تعمل أذكار تقرأ القرآن الكريم والمقيم فيه اللي يتواجد فيه مسجد السهلة كالمقيم في فسطاط رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كأنك في خيمة رسول الله خيمة لرسول الله أنت لما تكون في مسجد السهلة كأنك في خيمة رسول الله صلى الله عليه وآله تتصورون هذا كم كم له أهمية شكثر هذا إلى أهمية ومقام كبير وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحن إليه هذه درجات الإيمان الإمام الصادق يقول عليه السلام المؤمن والمؤمنة يحنون يعني أنا جالس في بغداد وقلبي يحن إلى الإمام صلى الله عليه وسلم يحن إلى مسجد السهلة أنا جالس بالكويت وقلبي المسجد السهلة أنا جالس بالصفوة السعودية وقلبي يحن جالس بالرياض وقلبي يحن جالس في مسقط بسلطنة عمان وقلبي يحن جالس بواشنطن بأميركا وقلبي يحن جالس بسيدني بأستراليا وقلبي يحن كل بلاد العالم أينما تكون إذا أنت متيم بالإمام إذا أنت عاشق للإمام إذا أنت عندك ارتباط بالإمام المهدي قلبك يقول الإمام الصادق وما من هذا عام مطلقة جميعا تريد تعرف درجات الإيمان عندك بالإمام يقول وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحن إليه عند حنية عند ارتباط عند علاقة إذا ما في هذا الشيء أوجده الآن أوجده إلا وقلبه يحن إليه وفيه صخرة فيها صورة كل نبي فيها صخرة موجودة طبعا قد لا تكون موجودة الآن ولكن هذه الصغرة فيها صورة جميع الأنبياء هذه قد لا تكون موجودة ولكن هي في الواقع موجودة عندنا اتصال نستقبل اتصال الأخ علي من محافظة ميسان فضل أخ علي عليكم السلام ورحمة الله أهلا ومرحبا بلي بلي نعم نعم بلي نعم هم أخ علي الشباب الشباب اللي بالجامعة هذولا هم يهود مسيحيين شنو هم شلون زملاء يعني هم مسلمين شيعة سنة شنو شيعو يقول لك أنت تتكلم في الإمام المهدي أنت إنسان معقد يا لفضاعة الهول هذا يلا شكرا شكرا أخ علي اتابعني تابعني تابعني أخ علي حبيبي أولا أنا أشكرك وإن شاء الله أنت وبقية الشباب اللي في كل الجامعات يسمعوني جيدا ويسيرون في هذا المنهج قضية الإمام المهدي اللي يقوله هذا أنت إنسان معقد هذا إنسان مريض أنا أنصح يراجع طبيب نفسي قضية الإمام المهدي كل الديانات تحكي فيها الرسالات السماوية تحكي فيها القرآن يتكلم عنه رسول الله يتكلم كله لأمه يتكلمون هؤلاء مساكين جهلة هذا إنسان جاهل أنت لازم تشفق عليه هذا يقول لك أنت معقد هذا إنسان جاهل أنت عليك أن تشفق على هذا الإنسان المسكين فلذلك نحن نقول اليوم أنت أولاً هذا كلام للأخ علي ولكل الشباب والبنات في الجامعات اقرأوا يعني مجرد تقول له يا بي خلي نعمل عمل برنامج للإمام المهدي هذا لا يكفي لازم تشيل كتاب يوم الخلاص وتقرأ عن الإمام المهدي لازم تأخذ كتاب الإمام المهدي والمهدي للظهر أو كتاب مهدويون أخذ كتب في الإمام المهدي وخلي عندك معلومات يعني مجرد أقول له تعالوا يا بي نسوي برنامج للإمام وأنا ما عندي أي معرفة عن الإمام تقرأ لهم رواية هذولا ناس مساكين هذولا ناس ما عندهم علم إنسان الجاهل ما عنده لا وعي لا ثقافة فإذن هذه الأمور اللي يخاطب الإنسان الملتزم بالجامعة يقول لها أنت معقد أنت متخلف هذا مريض نفسي مسكين ما عنده معلومات جاهل أنت الله نور قلبك ولكن لازم تزداد نور بالإمام جزاكم الله خيرا دائما نتكلموا في الإمام المهدي لهذا الكلام لا يهمكم هذا الكلام اللي تسمع إنسان معارض من الكبار إلى الصغار حتى إذا أستاذ جامعي هذا لا يزيدنا إلا إصرارا إلا ثباتا إلا تحملا واستمرارية القضية المهدوية تحتاج إلى أناس يصبرون مو أحد قل لي كلمة كلمتين رماني بكلامه السلبي أنا أتأثر بهذا الكلام لا ما أتأثر بهذا الكلام وإنما لا بد أن تكون قضية الإمام المهدي قضية في طيلة أيام السنة وفي كل مكان الآن تعملون ما تعملون بالنتيجة لازم نعمل برنامج في الإمام المهدي أنا أجيب كرتون ماي أوزعه كرتون شنو هذا؟ على حب الإمام المهدي اللي يقرأ يسوي اللهم صلى على محمد ويهديه للإمام عجل الله تعالى فرجل أبسط الأمور أنا أتكلم في أبسط الأمور أي عمل تسوون تتكفى اليتيم قل هذا نيابة عن الإمام تتكفى لليتيم تدفع صدقة قل تعطي طعام قل نيابة كل عمل تعملوا ليكون نيابة عن الإمام فإذن هذا من الطبيع جدا أنتوا لازم تعرفون أنه ناس مرضى موجودين في المجتمع وهذول المرضى يحتاجون إلى دعاء بالشفاء وللإنسان اللي يحاربك على قضية الإمام المهدي هذا عرف أنه ما عنده شيء مسكين تاية هذا حتى الدراسة ما يدرس هذا حتى علم ما يطلب هذا إنسان جاهل جاه يتسلب الجامعة على كل حال الرواية تقول خنكمل الكلام في مسجد السهلة ما من مؤمن ولا ما من مؤمن ولا مؤمن إلا وقلبه يحن إليه وفيه صخرة فيها صورة كل نبي وما صلى فيه أحد عبارة عامة أيضا وما صلى يعني كل إنسان يصلي في مسجد السهلة فدع الله بنية صادقة صليت ودعوت بنية صادقة أن تكون صادق مع الله لا تلعب لا تلعب يوم هنا ويوم هناك لا كن مع الله تبارك وتعالى كن صادقا في عبوديتك لله الله قال لك هذا حرام ابتعد عنه هذه معصية ابتعد عنها هذا أمر يقربك إلى الله اقترب إليه هذا الأساس لو أن الإنسان دع الله بنية صادقة يعني إنسان طهر قلبه يعني صادق مع الله تبارك وتعالى في سلوكياته في أعماله في نوايا إلا صرفه الله بقضاء حاجته يعني هذا الإنسان لا ينصرف من مسجد السهلة بعد أن دع الله تبارك وتعالى إلا وقضى الله حاجته هذا كلام كبير جدا وكلام مهم جدا وهذا الكلام ما يتمكن استوعبه إلا اللي عنده معرفة بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى نعرف مسؤوليتنا حتى نعرف قيمة الأمور اللي نحن نتعامل معاها لما الإنسان يعرف قيمة الشيء لما أذهب إلى المسجد السهلة إذا ما عندي معرفة بأهمية المكان أروح عادي أدخل عادي وأطلع عادي ولكن لما أذهب إلى هذا المكان وأعرف قيمة هذا المكان وأهمية هذا المكان ودائما كل هم عندي كل غم كل كآبة كل خوف كل مشكلة أقصد هذا المكان أصلي الركعتين وأتوصل بالإمام صاحب العصر والزمان وأطلب الحاجة أنظر كيف أن الحاجة ستقضى وما من أحد استجاره يعني عندك أنت مشكلة استجاريت بهذا المكان أنت موجه إليك خطر أكو قضية عليك إذا عملت استجارة بهذا المكان وما من أحد استجاره إلا أجاره الله مما يخاف منه في موضوع يسوي لك مشكلة عاملك مشكلة في قضية عندك تخصك تعاملك مع أبيك مع أمك مع زوجك مع زوجتك مع الآخرين مع الناس في ناس مثلاً يريد يعملون إليك مشكلة في قضية بالأسرة خارج الأسرة مع الناس أي شيء تخاف منه اذهب إلى مسجد السهلة وعمل استجارة وهناك استغث بالإمام صاحب العصر والزمان الله يجيره الله يحافظ عليه قلت أبو بصير يقول قلت هذا لهو الفضل يعني يعني هذا الحديث وهذا الكلام عن المسجد السهلة هذا هو الفضل هذا هو الكرامة هذا هو المنزلة هذا هو المقام المهم قال الإمام الصادق الإمام الصادق نظر إلى أبو بصير شاف هذا إنسان بمجال بعد احنا كل واحد عدنا أقل معين عدنا معرفة معينة لذلك البعض لما تقرأ لرواية ما يتحمل يقول هذا الكلام في غلو هذا الكلام في مبالغة هذا الرواية ما فيها مصدر أنت موين جايبها جايبها من فلان كتاب هذا روايات ضعيفة هذا أقل في مشكلة مسكين بصراعه أتألم على هؤلاء الناس اللي عندهم معرفة وإدراك بسيط لذلك انتبهوا جيدا أبو بصير يقول أن هذا لهو الفضل هذا الفضل مسجد السهلة المعظم في هذه الكرامة هذا الفضل الإمام الصادق وجد فيه قابلية أكثر لما تكون المعرفة عندك بالإمام المعصوم وبكلام المعصوم ولديك تسليم مطلق إلى الإمام المعصوم بعد هذه الأمور ولا شيء هذه الأمور تكون بسيطة جدا فقال الإمام الصادق قال له الإمام الصادق نزيدك تريد بعد أزيدك معلومات أعطيك كرامات أكثر أبين لك كم لك كرامة لهذا المكان قلت نعم ياريت ياريت الإنسان اللي عنده معرفة بأهل البيت عليهم السلام وله معرفة بسيطة وأهل البيت رأوا أنه له قابلية يتحمل بعض الناس ما يتحملون ليش ما يتحمل ما عنده معرفة إيمان بالله ضعيف لذلك ما يتحمل ولكن اللي عنده معرفة يقول كل يوم ودوني إلى مسجد السهلة كل يوم من ثلاثة ودوني من يروح إلى هذا المكان خذني معك قلت نعم قال هو من البقاع هو يعني مسجد السهلة المعظم هو من البقاع التي أحب الله أن يدعى فيها الله رب العالمين يقول لك أنا أحب أن تدعوني أن تتوجه إلي في مسجد السهلة يحب الله فسا الإنسان يدعو الله في بيته في عمله في أماكن خاصة في هذا المسجد في ذلك المسجد في أماكن متعددة في أماكن متعددة أنا أدعو الله تبارك وتعالى كل جيد ما في مشكلة ولكن الله يحب أنه أن تدعوه وأنت في مسجد السهلة يعني عندك حاجة مهمة خليها في قلبك وروح إلى مسجد السهلة توجه إلى الله تبارك وتعالى ابتهل إلى الله توسل إلى الله وادعو بهذا الدعاء قال هو من البقاع التي أحب الله أن يدعى فيها ما دام الله يحب أن ندعوه في مسجد السهلة إذن نتوجه إليه وندعو الله ونبتهل إلى الله ونتعبد إلى الله تبارك وتعالى في هذه البقاع الطاهرة المباركة وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة ما من يوم يعني صباحاً مساء إلا والملائكة تزور هذا المسجد يعبدون الله فيه لا تصور أنت بروحك أنت وحدك في مسجد السهلة لا الملائكة صباحاً مساء موجودين في هذا المكان ما كثر إلى قيمة يعني لما أنت تعرف الله يحب أن يدعو أن يدعو الإنسان في هذا المكان لله وأن الملائكة أيضاً موجودين في هذا المكان صباحاً مساء تشعر بهذا الشيء وأنت تتوجه ما كثر يحتاج لإستعداد ما كثر لازم يكون عنده قابلية الإنسان البسيط والعادي لما يسمع هذا الكلام ما يفهمه وما يستوعبه ولكن الإنسان الذي عنده الإيمان بالله وإيمان بكلام الإمام المعصوم عليه السلام يعرف أن الإمام الصادق يوجهنا توجيه لأهمية هذا المسجد المهدوي المتعلق بالإمام عجل الله تعالى فرجه والشريك عندنا اتصال الأخ أبو أحمد من البصرة تفضل أخو أبو أحمد تفضل حياك الله تفضل تفضل أيه معك معك الشيخ تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبياك تفضل لا حال ولا قوة العالم لا إله الله يبارك السلام الله عليه نعم الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يوفقك الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم جزاك الله خير عزيز أبو أحمد عزيز أبو أحمد الله يبارك فيك أبو أحمد طبعا دعموعك غالية وهنيئا إلك أنا أغبطك لما أنت تذكر الإمام المهدي وتبكي إن شاء الله كلتنا أيضا لما نسمع هذه الروايات ونتكلم عن الإمام يكون عندنا هذه الدمعة وهذا الخشوع وهالروحانية الإمام المهدي غريب الإمام المهدي يبحث عن ناصر كما قال الإمام الحسين ألا هل من ناصر ينصرني الإمام المهدي الآن ينادي هل من ناصر ينصرني الإمام هو الطريد وهو الشريد وهو الغريب نحن سبب غربة الإمام المهدي الناس معرضون الناس الدنيا أعمت عيونهم وقلوبهم متوجهين للدنيا ما في واحد يسأل عن الإمام المهدي جزاك الله خير هذه دموعك عند الإمام مقبولة إن شاء الله البترية رح أتكلم عنهم رح أتكلم هناك من الشيعة عدهم مشكلة في العقيدة والعقائد وفي روايات أهل البيت سموهم البترية رح أتكلم موضوع متكامل تابعني إن شاء الله هذه الليالي سأتكلم عن البترية وعن هؤلاء اللي عدهم ضعف بالعقيدة بأهل البيت عليهم السلام ما عدهم ذلك الولاء الكامل لأهل البيت وما عندهم تبري من أعداء آل محمد هذا الإيمان إيمان بتري ولا قيمة له في روايات أهل بيت راح أتكلم في حلقة خاصة في الموضوع إن شاء الله على كل حال الرواية تقول الإمام الصادق يقول لي أبي بصير أما إني لو كنت بالقرب منكم يعني أكثر من هذا التصريح الإمام الصادق يقول لو كنت بالقرب منكم كنت قريب عليكم ما صليت صلاة إلا فيه هذا السيما الكلام لأهل الكوفة الجماعة جماعة أهل الكوفة أهلنا وإخواننا وأهلنا في الكوفة العلوية المباركة اللي موجودين أنتم في الكوفة وتقدرون صلون صلاتكم ولو بعض صلواتكم صلوه في مزجد السهلة صلوها في مزجد السهلة جماعتنا وأهلنا في النجف الأشرف المجاورين لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حاول مقدار ما تتمكن أنا ما أقول كل يوم مقدار ما تتمكن أنت سوي لك حجة حتى تروح لهناك وتصلي صلاتك في مزجد السهلة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول أما أني لو كنت بالقرب منكم أنت اللي موجودين هناك طبعا هذا قد يشمل أيضا مناطق المحيطة يمكن يشمل أيضا أهالي كربلة أنه أن تحاولوا بالسبوع مرة ومرتين أكثر وأقل تروح إلى النجف يعني أهالي غمّاس أيضا هذه من الأقضية والنواحلي قريبة على النجف ويتمكنون يوصلون أيضا يذهبون إلى هذا المكان يمكن أهل الديوانية اللي مكانهم قريب على النجف أهل الحلة قريبين على النجف هذه المناطق كلها اللي قريبة يحاولون أنه أكثر من مرة يذهبون بالأسبوع إلى مسجد السهلة وبعدين راح تشوفون شنو راح يصير عندكم تحول وتبدل أما أني الإمام الصادق عليه السلام يقول أما أني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه يعني صلوات الواجبة إلا صليه في هذا المكان طبعا صلاة حتى المستحبة أيضا لأنه عبارة عامة ما قال الفرائض قال ما صليت صلاة مطلقا يا أبا محمد الكلام لأبي بصير يا أبا محمد الإمام يوجه الكلام إلى يا أبا محمد ما لم أصف أكثر يعني أنا الآن بيّنت كرامة ومنزلة مسجد السهلة المتعلق بالإمام المهدي سلام الله عليه يقول الإمام الصادق ما لم أصف أكثر يعني أنا ولا شي ذكرت إليك بعد بعد في أمور عظيمة أكثر من ذلك ما ذكرتها إلكم قلت جعلت في داك لا يزال القائم عجل الله تعالى فرجه فيه أبدا يعني الإمام دائما موجود في السهلة قال نعم قال نعم الإمام الصادق يقول نعم الإمام المهدي موجود دائما بعد لنه يكفي أنا ما أتكلم بالتفاصيل ولكن لابد عليك أن تشعر أنك متوجه إلى هذا المسجد الذي هذا المسجد تعلق بمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه والشريف رواية أخرى مروية عن الإمام زين العابدين انظروا إلى تعدد الروايات من الأمة يعني رواية من الإمام الصادق لأبي بصير الصحابي الجليل ويعطي الإمام يقول له بعد فيه أمور أكثر من ذلك بعد ما بينتها أنا وهذا فيها دلالة كبيرة هذا فيها معنى غزير هذا التفاتة مهمة أنه لا تصورون هذا اللي ذكرته أنا فقط في السهلة أكثر من ذلك بعد فيه رواية أيضا مروية عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال من صلى فيه من صلى ركعتين زاد الله في عمره سنتين إذا صليت ركعتين في مدد السهلة الله يزيد في عمرك سنتين وأيضا رواية مسندة إلى الإمام المعظم جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ما من مكروب يأتي مسجد السهلة ما من مكروب يعني عنده كربة عنده مشكلة عنده قضية عنده هم عنده غم عنده قضية ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلي فيصلي فيه بين العشاءين يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء تروحون للسهلة قبل المغرب صليت صلاة المغرب هناك بين المغرب والعشاء صلون ركعتين ويدعوا الله إلا فرج الله كربته تدعون الله بين صلاة المغرب وصلاة العشاء صلون ركعتين وتدعون شلو الحاجة اللي يعدكم تدعون الله تبارك وتعالى يقول الإمام زين العابدين ويدعوا الله إلا فرج الله كربة هذا الإنسان الله يفرج عن الكرب ليس على كربة واحدة لا تجمع كربة يعني مجموعة من الهموم مو عندك مشكلة واحدة مجموعة من الأزمات والمشاكل في حياتك الله يدفع عنك أيضا عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم عليه السلام في مسجد السهلة بأهله وعيانه قلت يمكن منزله قلت يكون منزله جعلت في ذاك قال نعم كان فيه منزل إدريس نبي الله إدريس منزله كان في السهلة كان فيه منزل إدريس وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن وما بعث الله نبيا إلا وقص الله فيه وفيه مسكن الخضر النبي الخضر أيضا سكنه يعني صار إبراهيم وإدريس والخضر والمقيم فيه كالمقيم في فصات رسول الله صلى الله عليه وآله وما من مؤمن ومؤمن رواية أخرى هذه إلا وقلبه يحن إليه رواية مروية هذه المرة عن الإمام أمير المؤمنين أقراها بصورة سريعة عن مالك ابن ظمر قال قال لي أمير المؤمنين عليه السلام أتصلي فيه مسجد السهلة قلت ذاك مسجد يصلي فيه النساء المشهور في ذاك الزمان ظارا أنه النساء يروحون إلى مسجد السهلة ويصلون ضرار وما لك من ظمر ما لك من ظمر يقول هذا المسجد يصلي فيه النساء فقال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يا مالك يا مالك ذلك مسجد ما أتاه مكروب قط إلا فرج الله عنه وأعطاه حاجته هذه رواية الإمام الصادق والإمام زين العبدين هو هذا أمير المؤمنين فإني والله ما أتيته إلا صليت فيه ما من مرة يروح الإمام أمير المؤمنين إلى مسجد السهلة إلا وصلى فيه فلما كان ذات ليلة أخذني أمر فاغتممت من يقول هذا الكلام مالك بن ضمرة يقول يوم الأيام صارت عندي بالليل صار عندي غم فلما كان ذات ليلة أخذني أمر فاغتممت فذكرت قول أمير المؤمنين عليه السلام فقمت في الليل فتوضأت وانتعلت لبست النعال يعني وخرجت في ذا على بابي مصباح فمر قدامي ومررت حتى انتهى إلى المسجد فوقف بين يدي وقمت أصلي فلما أنفرغت يعني هو لما خرج من باب بيته وجده هناك مصباح مصباح هذا المصباح توجه أمامي وأنا أمشي خلفه إلى أن وصلت إلى المسجد السهلة وصليت و لما انتهيت من الصلاة انتعلت ثم انصرفت فمر قدامي حتى انتهى إلى الباب هذا المصباح نور يمشي أمامه فلما أن دخلت ذهب فما أردت ذلك به ليلة قاط بعد ذلك يقول كلما أردت أن أذهب بالليل طبعا ذلك الوقت ما كان فيه إضاءة أو إنارة أي وقت نويت يقول مالك بن ضمرة أي وقت أنا نويت أن أذهب إلى المسجد السهلة كان هناك مصباحا بعد هذا أشيء إلهي رب العالمين دليل دليل يدلني يأخذني ويرجعني فإذن أيضا الروايات عن أهل البيت كثيرة طبعا أنا في فصل في كتاب مهدويون ذكرت بالتفصيل عن هذه الأمور أذكر الرواية الأخيرة وأختم الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول يعقوب مررنا على أبي عبد الله الصادق فسألنا فيكم أحد عنده علم زيد بن علي عليه السلام فقال رجل من القوم أنا عندي علم علم من علم زيد يعني أنا تتلمذت عنده يعني تعلمت منه استمعت إلى خطبه كنا عنده ذات الليلة في دار في دار ابن إسحاق الأنصاري إذ قال انطلقوا حتى نصلي في مسجد سهلة من يقول زيد زيد بن علي فقال أبو عبد الله الصادق أما أما والله لو استعاذ به حولا لا عاذه الله سنين يعني أنه لو استعاذ بهذا المكان لو لجأ إلى هذا المكان أما علمت أنه موضوع إدريس النبي الذي كان يخيط فيه ومنه صار إبراهيم إلى اليمن وإلى العمالقة ومنه صار داود إلى جالوت فقال الرجل وأين كانت منازلهم قال في زوايا في زوايا مسجد السهلة وأن فيه صخرة خضراء فيها تمثال وجهه كل نبي على كل حال الروايات كثيرة في مسجد السهلة المعظم هنيئا لمن توجه إليه وهنيئا لمن صارت عند هذه المعلومة من الآن توجهوا إلى مسجد السهلة اهتموا يعني اللي خارج العراق يجعل نصيب خاص وأيام خاصة إلى مسجد السهلة حتى إذا في كربلا أجي إلى السهلة أصلي فيه أتعبد وأرجع في أي مكان أكون الاكثار من الدخول إلى مسجد السهلة يقربني إلى الإمام المهدي المنتظر علينا أن نطرق كل الأبواب التي تقربنا إلى الإمام المهدي نحن بصراحة نحتاج الكثير من العلم والمعرفة فيما يتعلق بالقضية المهدوية وستجدون أن الأبواب كيف تفتح لكم بمجرد ما أنكم تتوجهون إلى الإمام المهدي المنتظر صلوات الله و السلام علي اللهم اجعلنا من أنصاره و أعوانه اللهم أرضي عنا إمام زماننا وفقنا لنيل رضاه يوم الجمعة يوم غد لا تنسوا دعاء الندبة في مسجد في حسينية أو في داخل البيت اقرأوا دعاء الندبة كل أسبوع كل جمعة ستجدون العجائب وفقكم الله و رعاكم و آخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج و حياكم الله و في أمان الله اشتركوا في القناة